في فرنسا ووسط إجراءات أمنية مشددة أقيمت اليوم الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والتي تأتي عقب شهر على انتخاب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون الذي يتطلع إلى الحصول على أغلبية واسعة لتحقيق الإصلاحات التي وعد بها الفرنسيين مؤخرا وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها حوالي 50 ألف رجل أمن انطلقت الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون الذي يأمل في الحصول على أغلبية واسعة لتمرير إصلاحاته التي وعد بها في الآونة الأخيرة ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية في اقتراء يجرى في ظل ظروف أمنية صعبة تعانيها فرنسا عقب سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن سقوط 239 قتيلا منذ عام 2015 وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في الثامن عشر من يونيو على حوالي 400 مقعد في الجمعية الوطنية أي أكثر بفارق كبير من المائتين وتسعة وثمانين المطلوبة للأغلبية المطلقة ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا لذان يتاقى سمان السلطة منذ ستين عاما وخسر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أن تحقق حركة الرئيس الجمهورية إلى الأمام فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية ويتنافس 787 مرشحا 42% منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية ترجمة نانسي قنقر